أعتقد أن قرار الاتحاد الأوروبي سبقه بمسافات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة بما في ذلك تقارير مراقبية حقوق الإنسان والمراقبين الخاصين للأمم المتحدة في فلسطين وغزة وأيضا سبقه موقف دولي واسع يندد بهذا العدوان وهذا الاحتلال وهذه الهمجية غير المسبوقة التي ترتكب بجرائم الإبادة الجماعية والعنصرية الإسرائيلية أنا أعتقد الاتحاد الأوروبي يحاول أن يتميز بموقفه إلى حد ما عن الموقف الأمريكي وإن كان لم يأخذ خطوات عملية ملموسة تعلمون أن الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي التجاري والاقتصادي هو إسرائيل وبالإمكان اتخاذ خطوات على هذا المستوى من عدد من الدول نسجل تقدم في موقف الدول الغربية التي كانت في السابق دولتان في بداية العدوان ضد هذا العدوان والآن 17 دولة أوروبية تعلن وقوفها ضد العدوان وتدعو لوقفه وبعضها يدعو لمحاسبة إسرائيل على الجرائم الفضيعة التي ترتكب لكن هذا لن يكون كافيا إن لم يقترن بإجراءات عملية النقطة الثانية التحول في الموقف الدولي أيضا سببه أن إسرائيل تجرب كل المنطقة لحرب إقليمية ولسراعات لا تتوقف وحروب وتريد أن تشعل حروب في المنطقة هذا ما نشهده في البحر الأحمر هذا ما نشهده في لبنان هذا ما نشهده في العراق هذا ما نشهده في التوترات والاحتقان الذي يجري على أكثر من مستوى يعني عربي ودولي أنا أعتقد العالم بدأ يتنبه إلى أن إسرائيل باحتلالها باتهادها للشعب الفلسطيني بحرمانه من حقوقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وكيانه السياسي المستقل على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس من حق العودة للاجئين باختراقه وإدارة ظهر لكل القرارات الدولية ببدعم أمريكي مفضوح مكشوف سافر يعني هذا يقود المنطقة إلى انفجارات لا أحد يعلم أين تتوقف واعتقد الاتحاد الأوروبي ولا كل دول العالم متضررة من هذه الحروب التي تشعلها الإدارة الأمريكية وإسرائيل قاعدتها الرئيسية المتقدمة في المنطقة واعتبار أن قضية العداني الآن الدولية هي الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية هذا مهم جدا بعد الدعوة الجريئة والشجاعة والتي تمثل روح الثورية لنجسة المندلة التي أعلنتها جنوب أفريقيا بشأن تقديم هذه الدعوة المدعومة بكل الأدلة والوقاع والوثائق والإثباتات على ارتكابها جرائم إبادة بالسلاح الأمريكي وبالدعم الأمريكي أنا أعتقد هذا مع صمود المقاومة على الأرض بدأ يحدث تعديلات أو تغييرات أيضا داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل القيادة السياسية الإسرائيلية والعسكرية التي بدأت تظهر خلافاتها بشكل واضح حول اليوم التالي للحرب على ذكر اليوم التالي للحرب حول الهداف السياسية لهذه الحرب إلى آخر حضرتك خلقنا إلى نقطة مهمة للغاية أنتم كفصائل فلسطينية وقوى سياسية فلسطينية وكمنظمة التحرير الفلسطينية كيف تنظرون إلى حديث أطراف دولية أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى عن الاحترال الإسرائيلي لشكل قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية في اليوم التالي بعد انتهاء هذه الحرب حديثهم عن شكل جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية شكل جديد لإدارة غزة ومن يدير غزة ومن يقرر مستقبل الفلسطينيين هذا سؤال جوهري ومهم جدا وربما الإجابة عليه الواضحة أن اليوم التالي يوم فلسطيني بامتياز بمعنى الفلسطينيين من يقرر وضع غزة الفلسطينيين من يقرر إلى أين تتجه الأوضاع في الضفة وغزة الفلسطينيين يقرروا مصيرهم باستقلالية كاملة أما أن ننتظر من الإدارة الأمريكية أن تقدم خطة أو إسرائيل تقدم خطة ورؤية حتى إقليميا مش مقبول أن يقدم خطة تفرض على الفلسطينيين لا وصاية لا عربية ولا دولية مقبولة من الفلسطينيين نحن أدرى بقضايانا وبكفاحنا عشرات السنوات من أجل إنهاء الاحتلال هذا هو العنوان الرئيسي وإقامة دولة مستقلة وتأمين حق اللاجئين في العودة والعنوان التمثيل للفلسطينيين هو عنوان واحد مكرس أمام الجميع منظمة التحرير الفلسطينية بإتلاف الوطني العريض الذي يضم كل القوى بما فيها الإخوة في حماس والجهاد ولذلك ندعو لحوار وطني الآن عاجل وسريع من أجل توحيد الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية جوابا على سؤالك المحق وأيضا من أجل أن نوحد العنوان الذي يخاطب العالم بموقف واحد وموحد وبالتالي نقطع الطريق على ألعاب الأمريكية الإدارة الأمريكية تتحدث عن مرحلة انتقالية جديدة تتحدث عن توفير أمن إسرائيل تتحدث ولا تأتي بكلمة على إنهاء الاحتلال لا تأتي بكلمة واحدة على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل للفلسطينيين تقرير مصيرهم وحقهم في إقامة دولة مستقلة عاصمة القدس على حدود الرابع من حزيران 67 وحق العودة للاجئين هم لا يتحدثوا عن هذا هم يتحدثوا عن ترتبات انتقالية كما فعلوا بأوسلو الذي استمر 30 عام ولازلنا في المرحلة الانتقالية أن نثبت أننا قادرين على حماية أمن إسرائيل وأن نبني مؤسسات دولتنا وإسرائيل تستبيح الأراضي الفلسطينية بالاستيطان والتهويد والتوسع والتهجير والطرد الآن 20 تجمع فلسطيني في الضفة جرى تهجيره هذه المخطط لن نمكن لا الإدارة الأمريكية ولا إسرائيل من تطبيقه لن نمكن الإدارة الأمريكية وإسرائيل من أن تشبي ثمنا سياسيا لحرب خسرتها عسكريا بالصمود المقاومة وبصمود شعبنا البطولي وبدعم هذا الدعم الهائل غير المسبوق من العالم لحقوق الشعب الفلسطيني هذا والتضحيات العظيمة هذا لا يمكن أن يتكرر هذا يجب أن ينتهي بدولة مستقلة وبإنهاء احتلال يحق للشعب الفلسطيني الذي قاوم وصمد وقدم كل هذه التضحيات وبقي واقفا يعني كالشجرة الشامخة يحق له أن يستقل وأن يكون له دولته المستقلة دون ذلك لا حلول هذا صراع مفتوح ومستمر أما المشاريع الأمريكية والإسرائيلية وحتى بعض المشاريع الغربية بعضها لا أقول كلها لا تصب في مجرى إنهاء الاحتلال لا تصب في مجرى تطبيق قرارات الشرعية الدولية هذا لا يمكن أن يقبل لذلك ما نفعله الآن هو هذا القضية الجوهرية الآن كيف نوحد صغوفنا كيف نوحد التمثيل والعنوان الفلسطيني في إطار المنظمة كيف نوحد برنامجنا وموقفنا ونخاطب كل العالم فيه بعد هذه التضحيات الغالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر